مشاهدينا الصراع بين الخالة والتشنة أو الحب اللي بين الخالة والتشنة في كل الحالتين احنا رح نناقش هذا الموضوع مع الدكتورة سيهام القبندي أستاذ بكلية العلوم الاجتماعية حياة شاء الله دكتورة معنا يا أهلا وسهلا بيك أهلا وسهلا احنا سعيدين بتواجدت معنا لكن قبل الله نبدأ الحوار نشوف هذا التقرير عن الخالة والتشنة إن شاء الله ونرجع إن شاء الله نبدأ حوارنا ما في قصة أو دراما خليجية أو عربية ما تخلوا من الشنة ومرت الأبو والزوجة الثانية هذا الحجي روح يقولي عق أخوها محمد وتقولين هني بيتي وبعدا بيتي بتعذرش يلا ذلفي ذلفي روح الملحق فزوجة يعني لأبط عينة شلحين وسمعيني عدل مثل ما أنتي لت حك في هالبيت أنا بعت لي حك في هالبيت ولكن في الأغلب نجد هذه العنوين تجسد بأنها شي مرعب وموخيف يا بنت الفقباني أمين كان ما طلعت روحك بالعداد كان ما طلعت روحك بالعداد دائما زوجة الأب قاسية والتشنة قوية والزوجات غير متفاهمين هل هذه الأشياء من وحي خيال أم فعلا في الحقيقة؟ دي اسمي؟ نعم خط نعم خط نعم روحوا زعبوا للريوق إن شاء الله حاضر على أمرك على أمرك في حلقتنا اليوم بنعرف أكثر عن هذا الموضوع ثورة سيها من رد رحب فيك وشفنا شوية أفشات ومواقف يمكن للعديد من الأمور ويتحطوها سلبية احنا نحاول شوية يعني نضبط الأمور نكون إيجابيين أكثر نضبط أكثر لكن ليش دائما فعلا هناك صراع ما بين الخالة والتشنة؟ أنا يتراولي خالة قماشة حطت الأساسيات اللي رح نحتي فيها الخالة قماشة كانت كأم أو يعني ما يسمونها الحمات ويمكننا في الكويت نسميها الخالة هي صاحبة البيت وبالتالي متعودة أن تكون هي المدير الرئيسي لهذا البيت فبالتالي أي طرف آخر يديد يدش عليها فبالتالي تتحفز لهذا الموضوع نقول هي قصة أزلية أو توقعات للدور أنا أنظر لها هي قضية اتصال وتواصل ما بين طرفين الآن الخالة كخالة وكل البنات بشاء الله عليهم جيدين وزينين والدليل على أن الأم الزوج تروح بإيدها إلى البيت وتسأل عنها وتتأكد أنها على قولتهم كاملة المواصفات وتختارها الآن حتى الطرف الآخر كلهم يسئلون عن الزوج وأمه ويتأكدون بأنهم كاملين المواصفات وبالتالي يوافقون الآن كل واحد فينا ناجح بي يعني سواء كانت البنوتة في بيتها أو مع علاقاتها مع صدقاتها مع أهلها هي ناجحة الأم مع كل حياتها أيضا ناجحة لكن لم تتيب الطرفين يعني أنت فيه شغلة مشتركة ما بينهم الآن الأم تحافظ على نقول مكانها بريستيجها الخاص قوتها نفوذها هي جزء مننا التنافس بأن الطرف الآخر وهذا من حقها الآن يمكن كلنا ابتدينا حياتنا كنا صغار إلى أن وصلنا لمرحلة من عمر نبي نمارس أيضا هذا الدور اليوم أنا جنة بعد فتر راح أكون خالة طبعا بالأخير نقول مفروض أن الطرفين يفهمون شنو المتطلبات الدور لهم قبل لو ردينا للزمن كانت الشنة لما تطلع من بيت أهلها للبيت الآخر يكونون في البيت محددين لها الدور بأن أنت راح يكون لك دور هناك راح يقومين بواحد اثنين ثلاث من الأعمال أو الواجبات عليك بالإضافة إلى أن يجب أن تقدمين الاحترام الكامل لصاحبة البيت والأم أو المديرة في هاتاك المكان الآن مع الانفتاح مع الاستقلالية المادية مع أن البنوتة نفسها أساسا لها بلستيش خاص لها تطلع لنفسها لها رغبة بأن يكون لها استقلالية في بيتها لها رؤيتها بتربيتها عيال يعني أنت بتربي عيالها بشكل مختلف تبي يعني أيضا حتى علاقتها مع زوجها مختلفة عن النمط القديم مثلا ما بين الزوج أو الزوج فبالتالي كل هذه الأمور هم من حقنا أن نحن لازم نحطها في إطارها الخاص مفروض إذا كنا بالفعل نتكلم عن العلاقة نتكلم عنها بنقول منطق أو بكمثال بعيدا عن الذاتية بأن نحن دائما نكون مع الأم وضد البنت أو الزوجة ولا نكون مع الزوجة بمية بلمية وضد الأم الأم تراوها لي كل الأمهات قطعوا شوط كبير في تربية هذا الأبن مفروض أنه يعني هملة تقديره وإيجابيته ربيت والغيري صفيد مثل ما يقولون هذا المثل هذا دائما إيه دائما يقولون فبالتالي مثل ما كنت لك هي العلاقة علاقة فيها كثير من أن أنا داخل مثلا الزوجة داشت الحياة الزوجية وبداخلها بعض الأفكار المسبقة الآن يا ويلت من خالطت ممكن تسوي واحد اثنين ثلاث فبالتالي تأهبي انترسي بي نوع من يعني فرضي شخصيتك من البداية من البداية حطي الحدود بكذاب دائما هذه النصيحة هذه النصيحة بالمقابل مرات أيضا نشوف الرجل في وضع مسكين شوي أن مثلا أمه تقول لا أنت تسمع كلام زوجتك والزوجة تقول الحق زوجة أنت تسمع كلام أمك أنت ولدمك إذن هذا الصراع هل يعني لا حل هل هو يعني هل مفروض يكون الزوج ياخذ موقف ولا الحل أن يتصافوا لتنة والخالط هو بالأخير لو اتفقنا على أن هذه دورة حياة بأن بالفعل أولادي كبروا يعني مفروض أنه يتزوجون وكونون حياتهم ومثل ما عندي ولد أيضا عندي بنت فبتالي بنتي رح تكون شنة في بيت آخر الأم كلما كانت واعية لهذا الدور رح تتعامل بكل نقول إنصاف في التعامل مع الطرف الآخر الآن شنو يهمني من ولدي إذا كان يهمني ساعته واستقراره وتربية أولاده وبناءه لبيته الآن يمكن إحنا نلاحظ الدول شوية للمتقدمة أو الدول الغربية واضحين جدا في التعامل مع أبنائهم لسن معين وأنا أطلقك للحياة لتبدأ حياتك يمكن إحنا نظلم عشعشين في عيالنا لآخر فترة من الأمر دكتور الحديث للرسولات السلام يقول فيما بعد إن ربوهم سبع وصاحبهم سبع وصادقوهم سبع وتركوهم بعد وتركوهم وترك الحياة أوكي لكن إحنا عقلتك مع تشعشين بهذا الموضوع هل الحل إن فعلا كل شخص يعرف اللي لا واللي عليه؟ هذه حقيقة أي علاقة مو بس الشنة والخالة الآن نتفق على إن حياتنا كلها قائمة على الاتصال والتواصل الآن ما بيني وبيني هو اتصال والتواصل الآن عشان أنجح أنا حتى مع صديقاتي عشان أنجح مع مديري في العمل عشان أنجح مثلا مع زوجي في البيت كلها علاقة أن خليني أقدر الطرف الآخر شن اللي يحتاجه؟ محتاج حض أعطي حض محتاج احترام تقدير شن اللي يمنعني أنا قدره؟ محتاج أني أنا أوفر لحتياجاته كلها بالكامل لتخلي يشعر بقيمته وكيانه وفرت للي يبيه تتوقع رح يصارعني نهائي الآن ليش يكون الصراع ما بين الطرفين؟ خليني أنا أخل في الأمور اللي أنت تتوقعينها مني أتوقع الأم في بيتها شن كانت تتوقع من الجنة؟ أن تكون بنت إضافية لها في البيت في البداية ورح تقول لها بكل كلام أنتي مثل بنتي رح أعهم لك فبتالي رح أقدم لك الاحترام والدلال والأمور كلها ووفر لك الأشياء لما تلقى أن الطرف الآخر مثلا بالمقابل أنا محتاجة شن اللي تحتاجه لهم احترام؟ تقدير إجلال بموقفها مثلا كمثال أن توريها بأن أنا قاعدة ريحة حتى ولدت فبالتالي كل الأمهات يحبون أن يشعرون بأن أنا زوجت ابني عشان يكون أشعر بأنه مرتاح وسعيد لكن أيضا نقرأ العديد من المشاكل أو نسمعها في القاعدات أن مثلا لتشنة تقول أنا حاول أتقرب من خالطي ما تعطيني فرصة أحاول أكون نفس بنتها عاملها تعامل ودي لكن ألقى منها جفة وصد ودايما تشيش مثلا ريلي علي أو بعض الخالات توصل فيها مثلا مرحلة أن البنت داشتها مسفوق توريني أنتي شن الشاري أو افتحي للشيس خالشوه وتزعل الخالة إذا مثلا خشوا عنها شيء فهذا النوع من الخالات اللي تكون حساس خنقول شون يتم التعامل معه العزيزتي ممكن تقلت الكلمة الآن هل إحنا نتوقع أن إحنا كلنا ناس طبيعيين بذب أو مثاليين مثاليين أسوياء في تصرفاتنا يقول دائما اللي يحكم تصرفاتنا هو عواطفنا الآن إذا كانت أم الزوج نقول كمثال فيها غيرة غيورة بأن هذه الامرأة هي اللي مستمتعة مع ولدي وقعد يشري له وحط له ويسوي له كل الأشياء فبالتالي تلقى لا إرادياً تصرف تتصارى معها تسوي لها المكايد ويمكن إذا زادت مستوى الحساسية بداخلها لا ممكن تشيش الولد عليها ممكن تتصيد لها مواقف ممكن تتخيل لها مواقف فبالتالي تعمل لها إشكاليات كثير من حالات الطلاق يمكن تمت كانت بسبب الخلافات الأسرية اللي تكون بداخل الأسرة ما بين الخالة وما بين الشنة هذه الخالة الحساسة شو المفروض يتم التعامل معها هنقول للشنة بالذات بالأخير إذا كانت الشنة حريصة على حياتها حريصة على أني أنا بالأخير أبي أكسب ثقة خالتي فبالتالي مثل ما قلنا أنه شنو اللي تحتاجه شنو اللي تحتاج الخالة إذا كانت محتاجة والله ها رحت السوق إيه والله خالتي شبت إيش موريت إيش خلييني أسوي أسوي الشغلات البسيطة ريحتها خلاص صرحت عشت حياتي مثل معنا تبقى هي تحتاج شغلات بسيطة تعاملات بسيطة يعني لا أنظر لها أنا مثلا كمثال كزوجة بأن هذا تدخل أكثر من اللازم بالإضافة إلى أن خلينا نكون واضحين يمكن في هذه الفترة أو في هذا العمر أو في المجتمع الآن الكثير قاعد يعيش هذا إحنا نقول كمثال كنا نعيش في البيت الكبير الآن الكل استقل في حياته وبالتالي كثير من الأزواج خاصة الرجل إذا شعر بأن أنا مقادر أسوي هذه التوافقية ما بين الأم وما بين الزوجة فبالتالي أنا أستقل في بيتي وعلى قاطم كلما كان الواحد بعيد كان أكثر يعني معزة عند الأهل دكتورة أنا مرة سمعت ما أدري إذا سميها حكمة أو رأي من أحد السيدات تقول أن في الزواج المرأة هي اللي تظلم المرأة بمعنى أنه هي لما تدور أروس حق ولدها أو زوجها تدور أفضل مواصفات لكن إيه هي كأم ما ربت هذا الولد على احترام الزوجة في حياتها وشنو لها وشنو يعني شنو هناك حقوق للزوجة المفروض أن الرجل بالبداية يكون عارفها قبل لا يقدم الزواج توافقين هذا الرأي؟ عزيزتي بالأخير لما يقولون هذا مثلاً ولد أمة أو تربية امرأة تأكدي بأن لو كانت هي مربتة على الاحترام معها في حياتها لا إرادين هو سيحترم المرأة الأخرى إذا كان هو يعني يشوف الاحترام في داخل بيته إذا كان أبو يحترم أمه أمه تحترم الأبو الأم تحترم عياله فبالتالي هو مثل ما يقول هي دائرة فبالتالي هو يتوقع بأن أنا مفروض أحترم أيضاً زوجتي وعيالي وكلهم إذا ما كان هذا الاحترام موجود في البيت عندهم إذا كانت الأم تتجسس على الأبو والأبو يطق الأم الآن لما نتكلم عن أسباب العنف دائماً يقولوا لو كان البيت عنيف فبالتالي الولد عنيف الأبو يطق الأم الولد يتوقع أن يطق الزوجة فبالتالي هي دائرة بالأخير المتوقع بالأخير أن الزوج أو الشاب لما يقدم على الحياة الزوجية مفروض بالفعل رغم أنه هو شاي الأرث بداخل من تربيتها السابقة إلا أن نتمنى بالفعل أن يصل لمرحلة النوضج بأن شنو الصورة اللي تحب يكون فيها بيتك الآن إذا كان هو مثلاً كمثال أنا شفت أن العلاقة ما بين أبوي وأمي مثلاً علاقة متوترة فيها عنب فيها غضب فيها مثلاً شتائم فيها أمور كثيرة كارهة في حياتي فبالتالي يجب أن تكون حياة الأخرى أتفادها أتفادها إذن هل هذا يكون يمكن نصيحة في حال أن في ناس تقدموا لبنت أن أهل البنت يشوفون حال البيت مع أنه يمكن صعب أن الناس تعرف شنو قاعد يدور داخل البيت لكن فعلاً أن البيت اللي يعيش فيه الولد هو انعكاس لحياة بنتهم مع هذا الرجل بالتأكيد أيضاً حتى تربية البنت في بيتها أيضاً انعكاس على حياتها مستقبلاً بالأخير مثلاً ما قلت لك أن نحن نتاج تربية وتنشئة أمور كثيرة تبني شخصياتنا وإحنا في حياتنا اليديدة هي عبارة عن مثلاً تمازج بيئتين مع بعض عشان تبي دايماً السنة الأولى من الزواج هي سنة صراع صراع ما بين شخصيتين مختلفتين كل واحد فينا يعيمن بيئة وكل واحد فينا يحاول يحط شروطه في بيته اليديد حتى أنجح أنا مع الآخر يتروى لي مطلوب مني مجموعة من الآليات والأساسيات لو بالفعل ابتديتها أولها ابتديها بحسن النية بالثقة في الآخر ابتديها مثلاً بالعطف والتعاطف مع الناس بالاحترام والتقدير بإعطاء كل ذي حق حقها الآن الزوج شنو يحتاج مني أقدم له والزوج أيضاً شنو تحتاج منك قدم له بالأخير أنت ما أخذها من بيت هي مكرمة فيه تحتاج أيضاً يجب أنه سواء كان الزوج أو حتى أهل الزوج يكرمون هذه البنت لأنها هي الضيفة اللي عندهم فبالتالي أكرم ضيفتك أعطيها ساعدها أحميها كل هذه الأمور تساعد يمكن لو حصلت الصراعات في البداية لأن بالأخير نحن أغراب حطيتنا في بيئة واحدة بعد فترة من الوقت راح تلقى الزوجة نفسها تفكر بأنها البيت شالني حطني احترمني قدرني قدمني فبالتالي أنا أنتمي له الآن لأن في حياتي القادمة إذا كانت عشرين سنة أنا عشتها منتمية للبيت الأول فالسنوات القادمة أنا أشيل اسم آخر أولادي يشيلون هذا الاسم بكرتي قبل شوي دكتورة أيضاً أن حالات الخلاف ما بين الخالة والشنة قاعد تأدي للطلاق هل هناك فعلاً نسبة كبيرة أن هذا يكون سبب من أسباب الطلاق هو سبب من الأسباب ولكن ما أقدر أقول نسبة كبيرة خلينا نرجع نقول الآن إحنا في مجتمع على فكرة المرأة في متعلمة واعية مستقلة مادياً صحيح فبالتالي ما عادت المرأة مثل ما يقول الجناح للضعيف لا أو الخاضعة أو الخاضعة هي الآن متساوية مع الرجل الآن أغلب العوائل الكويتية يربون البنت والرجل بالمساواة فبالتالي ما في فرق في تربيتي أنا لابني أو بنتي بحيث أن البنت أقبل لها الانكسار وغيرها بالإضافة إلى أن الآن حتى الخالات الخالات كلهم يشتغلون وعندهم مسؤوليات وعندهم بزنس خاص فبالتالي هي مش فاضية أن تقعد تتاوش مع شنة فالحياة الآن صارت أبسط بكثير من التوقعات برغم أن التعقيدات زادت لكن يمكن صح بسطة أمور بسطة أمور ما عادت هذه هي موجودة دائما نقولك هي موجودة دائما في المجتمعات التقليدية أكثر لأن في المجتمعات التقليدية الكل يتوقع من أن لها دور أما في المجتمعات المتحضرة الواعية فبالتالي قلت هذه الإشكالية خاصة مثل ما كنت لك أن زوجتي هي مستقلة في شخصيتها حتى أي خالة يعني شو من المتطلباتها من زوجة الولد ما تترى ما في شي ما تحتاج منها إلا أن ريحي وولدي وونسي ودلعي عيالي وأحفادي يعني المتطلبات بسيطة ومهمة للطرفين حتى الصراع بينهم مو صراع أنه قدمي للولاء والطاعة بمقدار ما أنه شلون رح تربيني عيالي أحفادي شغلات من هالنوع ودائما الخالة تحس بأن أني أنا وفقا للتجربة أكثر خبرة منك فبتالي الثاني تكون حساسة تجاه هذه الأمور حلو عموما دكتورة سهام القواندي استاذي كلية لهم الاجتماعية شكرا لك على هذا اللقاء ونتمنى ما يكون الأخير لا لا إن شاء الله بالعكس أنا أتمنى لقائكم دائما شكرا لك وطبعا من سالفة الجنة والخالة أنا أريد أن نوديكم لموضوع مفرح أكثر موضوع الأعراس والكوش ولين وصل هذا الموضوع فأسفل ونيرجا إن شاء الله نبتهى الموضوع